البرهان في إعجاز القرآن النمل توصل علماء الحيوان إلى معرفة الكثير من أوجه الشبه بين سلوك النمل وسلوك الجماعات الإنسانية التعاون في بناء البيوت وفي شق الأنفاق وفي ادخار الطعام في الصيف تحسبا لفصل الشتاء وقدم طرف البذور حتى لا تعاود الإنبات وتتلف لو تسرب إليها مطر الشتاء ثم اللغة والتخاطب التي كشفتها تجاره حديثة حيث راقب أحد العلماء مجموعة من النمل عصرت إحداها على الجثة الزبابة فأخذت تدور حولها وتتحسسها وتحاول رفعها لعدة دقائق ثم تركتها وصارت بعيدا حيث قابلت أكثر من نملة كانت تتوقف عندها كأنها تحدثها وفي آخر المطاف عادت ومعها مجموعة حاشدة من النمل تعاونت في رفع الدبابة من مكانها وحملها بعيدا إلى مساكنهم قال تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني في رحمتك في عبادك الصالحين ذلك ما كان من شأن سيدنا سليمان الذي علمه الله كيف يفهم لغة كثير من الكائنات وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين